أكد وزير السياحة والأثار مكرم القيسي خلال زيارة افتتح خلالها تركيب اللوحات الفسيفسائية في بلدية مادبة على أهمية مادبة السياحية والدينية لافتاً كذلك إلى أهمية موقع جبل نيبو وقلعة مكاور كأحد معالم الحج المسيحي وتفقد القيسي خلال الزيارة جدارية الفسيفساء في مركز زوار مادبة والطلع على أعمال ترميمها ومشروع إعادة تسمية الشوارع والمواقع السياحية عبر لوحات فسيفسائية تعكس هوية مادبة كما استمع وزير السياحة من المسؤولين للإنجازات المتعلقة بالمشاريع التدريبية لحرفة الفسيفساء وإلى الطريق الدائري الذي يربط بين طريق مادبة الشرقي وصولاً إلى طريق جبل نيبو